اشتركوا في القناة الله يصير انسان ده بيقلل من قمته انا واحدة عايشة في انجلترا وعندنا ملكة لو تصورنا ان الملكة دي نزلت في الشوارع وتفقدت احوال شعبها هل ده هيقلل من قدرها عندي ولا هيعلي وهيعظمها يعني انا سايدة كل مشاهد يجاوب بامانة مطلقة بينه وبالنفسه والرب يبركك خليني ابتدى من السؤال الثالث يعني من ورا لقدام انه ازاي كيف الله بيصير انسان انا حكيته في الحلقة اخت نهال انه هذا لا يقلل من قيمة الله بل بالعكس مثل ما ذكرت عن الملكة بيزيدني احترام وتقدير لهذا الاله العظيم ثم السؤال التاني اذا الله عاوز يتواصل مع الانسان كيف يتواصل مع الانسان العاجز الخاطئ اللي حاول بكل امكانياته بكل قدراته ان يصل لالله وعجز وهذا من بداية الايام بالدليل انه ادم وحواء حتى يستروا على العري بتاعهم خاطوا اوراق التين لكن الله هو اللي صنع طريقته اقمسة من جلد يعني عن طريق الذبيحة وهذه هي طريقة الله لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة لانه الحياة النفس والحياة هي في الدم يعني تلما بتقطع شريان شخص اذا نزل الدم خلاص راحت الحياة فهذا الشيء بديهي كيف الله يصير انسان طب الله لو عاوز يتواصل مع الانسان كيف عاوز انت الله يتواصل معك يعني زي واحد اعطى تشبيه طبعا حاشى انه نشبه الله باي شيء اخر قال انه في واحد يعني عم بيحرت الارض وشاف نملة عم تمشي بنفس الطريق اللي الحرث رح يكون يعني السك الحديد اللي رح تيجي يعني فوق النملة وتدهسها فابتدى يصرخ ويعمل كل الحركات بس النملة مش فاهمة على هذا الشخص شو بدي يحكي انه بحاول ينقذها بس مش مستوعبة مش فاهمة انه شو شو بده هذا الشخص فبالنتيجة قال ما فيش امكانية للتواصل الا تأثير نملة حتى اقولها تبعد عن طريق السكة لقال لا تدهس طبعا يعني قصة تشبهية حاشة بس انه الله اذا عاوز يتواصل كيف لازم يتواصل اكيد رح يكون دخوله الى العالم بشكل معجزة دخل وولد من عذراء اكيد في نبوات تكلمت عنه وما اكثر النبوات التي تنبأت عن يسوع المسيح ثم العهد القديم احنا مش بنتكلم يعني فبرك من العهد الجديد يعني العهد القديم اللي بتركز على وحدانية الله يعني لاحظ مثلا في اشعياء سبعة اربعة عشر بقول السيد نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل طبعا تفسير الله معنا اللي رح يولد هو عم نئيل الله معنا والرب يسوع قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة اكون في وسطهم يعني اذا في مليون شخص مليون اجتماع في نفس الوقت هو حاضر في المليون اجتماع لانه اللهوت لا تحد اي حدود وهو اللي قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر مشكلتنا اخت نهال انه منحاول نفهم الله بعقولنا المحدودة لكن مثل حبيت لما انت قلت التجسد يمكن هو فوق العقل لكن ليس مناقض او ضد العقل لانه في قانون تاني اله اكبر من قانون العقل او او يعني طريقة التفسير بتاعتنا فاذا الله اراد ان يسير انسان وهذا ما يتميز به يسوع المسيح يعني الطبيعتين الانسانية والالهية الكاملة وهذا حتى يكون له الكفاءة انه يكون هو الفادي والفادي صعب يكون ملاك الملاك مخلوق وصعب يكون انسان لانه الانسان خاطئ وكلنا تورثنا الطبيعة الساقطة الخطاءة من ابوين ادم وحواء فاذا كان لازم يولد ولادة معجزية حب البيب بالروح القدس وولد من عذراء بدون زرع بشر وهذا ما يجعل المسيح متميز عجيب فريد ان الذي ولد في بيت لحم في ملء الزمان يقول عنه النبي ميخة في صحاح 5 آية 2 الذي ما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل او مثل ما اشعياء تنبأ قبل 740 سنة قبل الميلاد لانه يولد لنا ولد في ملء الزمان في بيت لحم ونعطبنا هذه عطية السماء نعم انها معجزة المعجزات اذا كان الله القادر على كل شيء انت ذكرت احباءنا المسلمين طب اذا بأمن ان الله بيتكلم من النار ان الله بيتكلم من الجبل هل يعسر على الله شيء او ليس مكتوب عنه على كل شيء قدير مش مكتوب عنه انه هو القادر على كل شيء لو اراد الله ان يتخذ جسد انسان فهل اللهوت يحجب في جسد هذا الانسان يمكن يحجب ولكن اللهوت يملأ السموات والارض هذا اللي احنا منحاول انه نفسر الله بعقولنا الخاصة وبعدين اذا الله بيحب كل البشر ذكرتي طب اي اعمال ممكن ترضي الله طب ما الله حكم علينا بقول ليس من اعمال كي لا يفتخر احد مكتوب اذ الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا وليس ولا واحد وحنا عارفين شو هي الاعمال اللي بالنتيجة رح تصل انك تصلت تعرف اللحظة والوقت انك عم ترضي الله وهل نستطيع ان نرضي الله بشوية اعمال لم يقل الكتاب لانه اجرة الخطيئة هي موت اما هبت الله عطية الله ايش هي حياة ابدية فاذا يعني مش رح ترضيه بشوية اعمال لانه اجرة الخطيئة موت مش بشوية اعمال لان هاي الخطيئة مش ضد انسان هي ضد الله الغير محدود ضد قداسته ضد طبيعته ضد كمالاته ضد مجده انها يعني اهانة موجهة مباشرة لالله لكن الله من ما حبته يعني هو الله عادل لازم اجرة الخطيئة لازم يدين الخطيئة لانه قال لآدم لانك يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت لكن على طول اعطى الحل سيأتي من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية وهذا الشيء تم على الصليب عندما جاء يسوع المسيح